اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة معنا اليوم غرفة موم جميلة جدا لونها رصاصي قافل في فضي الغرفة مدهونة دوكو فرن لمياته عالية جدا وملمسه نعم طبعا اللون الرصاصي القافل متطعم بلون فضي جميل جدا هذا السرير من داخل البرواز الرسومات اللي عليها شكلها بسيط مش معادة ولا مجعلزة شكلها جميل وبسيطة كما حركوا شايفين اللمعة في الدراج لمعة عالية جدا الدراجة نيع أكسى للسيراميك وده المراية المراية احنا بنعملها دائما خطاب خطاب ده اعلى اعلى مراية في السوق ما بتموقش ما بتلاقيش المراية مموجة معك حتى في التلفون كما حركوا شايفين درجة النقاء بتبقى نقية جدا لما بتيجي تشوف مثلا نفسك أو تسرح ما بتلاقيش نفسك من موجة أو تخين من نهية أو رفاع من نهية أو من موجة جميلة جدا المراية الخطاب ديته بتعيش وما بتبقى عشي بمظهرش فيها بقع ده الدلاب زي ما حركوا شايفين السرير معكوس في دروقة في الدلاب من شدة اللمعة جميل جدا وبسيط من أجمل القوض والناس دائما بتطلبها والناس بتحبها يعني وشكلها جميل جدا وبسيطة يعني من أجمل القوض الفض مع الرصاصة القفل جميل جدا دي الشمعة طبعا برضو متينة جدا خشب زين طبعا معمولة خشب زين عشان بتطقطمش أفضل من الصواجع وده منظر الكومدينو برضو نفس الشيء ما شاء الله دي شايفين اللمعة وشايفين الدهان من أجمل القوض والذي يجعل القوض جميل جدا ان النقاشة والغرفة مدعملون نفس اللوم وده القلب واخد جمالكة ورنيش طبعا ببقى جميل جدا لما ياخد ورنيش عشان ما يبقى عشف اللوم اذا ما شاهدون ده واخد ورنيش طبعا هو عجل سحاب تركي كما نشتغل دائما ونعملش الصيني أبدا القلب مخدوم كويس طبعا القلب ببقى أي لون يعني فيه ناس بتفضلوا سبغة طبعا المهم بالخدمة يعني أهم شيء الخدمة غرفة جميلة جدا وبسيطة وده المقابد نيكل ولمعتها عليه قوي من أجمل والفورم اللي فيها بسيطة ومش مكالكع يعني جميلة جدا يا ريت تكتبوا لي في التعليقات وفي الغرفة وفي الخشاب